اشتركوا في القناة والحمد لله فرحانين حيث كان لعبة ممتازة النفو طالع مزيان وهذا الرياضة رجعت مشهورة في المغرب والناس تعجبون بزاف ورجعوا الملاعب متوفرين وشركات رجعون مخصصين في البنيت جال هاد الملاعب كان بزاف جال مشاركين وتيجوا من بلدان من تانجا من رباط وتال جمهور زعما الناس بدأوا تيجوا وتفرجوا في هاد الرياضة الحمد لله لعبنا في الرياضة وكانت مزيانا ومزيانا ومزيانا وليس لعبنا فينا وانا ومباختون السيمو عالمي وكانت مزيانا ومزيانا ومزيانا وكانت مزيار شوية الحمد لله جمنا العز وان شاء الله نزيدوا قدام وان شاء الله نزيدوا قدام ونحاولوا لعبوا على تخرج وكانت تمنا وكل شي يكون على خير ونزيدوا قدام شاء الله هذه المسابقة من الأوائل المسابقة التي كانت في المغرب ونحن نرى بصفتي أنا في الجامعة ودكسيو هذا العام الجامعة احتضنت البادل لأنه من الكوميسيون الجامعة وهذه اللعبة لقيت واحد تجاوب واحد ترحب كثير وخاصة من اللاعبين المبقوشين يلعبوا التينيس ولا من اللاعبين اللي خيفين من الأمراض ولا شي حاجة وركشتوا اليوم اللي كان في الطابل وفنال تقريبا جوج من أكبر لاعبين دير تينيس الربي الشاكي والعالمي وكان وراء هاد اللعبة كان وراءها عائلات ومنتخبات وفروق وأندياء الحمد لله وغادي يكون عنده مستقبل ظاهر ظاهر إن شاء الله وركشت المستوى دي الحاضرين والمستوى دي اللاعبين يرقى إليه واللي كان يقول لك أنا اللي كان يهتم بالتينيس رمامر كتلقى فيه ديزيس كرو موسيقى موسيقى